الشيخ بعض الصالحين يرى من يرتكب الموبقات فيرميه بأبشع الألفاظ والنعوت ما توجيهكم الشيخ؟ هذا ليس من الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله أن تتلطف بالمدعو وأن تنصحه تبين له كما قال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فيبدأ بالحكمة وذلك مع الجاهل الجاهل الذي لا يدري تبين له الحكم برفق وتعلمه طريق الصواب برفق وحكمة فإذا بلغته ورأيت منه تثاقلا في الاستجابة تعظه تذكره بالعقوبة إذا لم يمتثل إذا تكاسل تذكره بالموعظة الحسنة التي ليس فيها تنفير ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والمرتبة الثالثة المجادل الذي ما يكتفي أنه تكاسل عن التنفيذ ولكن يجادل عن باطله ويريد رد الحق فهذا يجادل وتبطل شبهاته ويرد عليه أيضا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن قال الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظالموا منهم أحسن 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 شكرا